موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي مشاهدي قناة سامراء الفضائية وحلقة جديدة وتخطية خاصة للملفات الأمنية والإنسانية والسياسية بعموم المحافظات وتحديدا محافظة صلاح الدين اليوم الملف الكامل والتخطية الخاصة عن محافظة صلاح الدين وعنوان الحلقة الأمن والخدمات وتقاطعات الملف السياسي طبعا الملف السياسي هو حاضر وموجود في جميع الملفات الحيوية الخاصة بالدولة والخاصة بحياة المواطن لأن الملف السياسي هو السكة التي تسير عليه خطوات الأمن وكذلك حياة المواطن باتجاه العيش والأمن والرفاهية وما إلى ذلك من خطوات ملف الأمن في محافظة صلاح الدين نبدأ بقضاء بيجي بيجي من الأقضي التي سيتم عودة نازحها خلال الأيام القليلة المقبلة وإن شهدت عودة لأكثر من أربعمائة عائلة لحد الآن من عوائل الشهداء وعوائل منتسبي الحجد الشعبي والعشائري وكذلك شرطة بيجي هذه العوائل لم تتقصص على موضوع الأربعمائة عائلة فقط بالإضافة إلى أن المصادر تشير إلى أنهم عدم بقاءهم الأربعمائة عائلة ما بقوا بيجي بسبب التدمير الهائل للمنازل طبعا داعش معروف عنه أنه فجر بيوت المنتسبي الشرطة وكذلك قوات الجيش العراقي وغيرها وابناء العشائر والحجد الشعبي فجر بيوتهم بالكامل وبعضها تعرضت للحرق بسبب العمليات العسكرية فاضطرت العوائل أن تشوف بالبيت إذا ممكن الإقامة فيه أو العودة والسكن فيه فبقت بالبيت أما البقية مجرد أن طلعوا على المنازل وخرجوا خارج القضاء الملف الأمني في قضاء بيجي ملف جدا مهم يعني بعد أن سيطرت القوات الأمنية بشكل كامل على القضاء وحدود القضاء هناك بعض المناطق التي لحد هذه اللحظة ننتظر من قيادة العمليات المشتركة إعطاء الضوء الأخضر للقوات الأمنية خاصة في منطقة الحراريات ومنطقة الفتحة لأنها مشتركة مع محافظة كاركوك ننتظر من القوات الأمنية ومشتركة أيضا مع قضاء بيجي ننتظر من القوات الأمنية أو العمليات المشتركة إعطاء ضوء الأخضر للقوات الأمنية للبدء بعمليات تحرير تلك المناطق كذلك تسللات تنظيم داعش إلى مناطق صحراوية يتواجد فيها مناطق صحراوية المرتبطة مع محافظة الأنبار غربا بيجي تتمتع بمناطق صحراوية أو محافظة صلاح الدين مناطق حدودية مرتبطة بمحافظة الأنبار الفارين من محافظة الأنبار والفارين من عناصر داعش في محافظة صلاح الدين تواجدوا في المناطق الصحراوية دائما يذهبون إلى تسلل إلى القطاعات ويشنون دائما عمليات عسكرية اضطرت القوات الأمنية إلى التصدي إلهم وكذلك أصدار بعض المناشدات سنتناولها لاحقا خلال التخطية وعن هذه المواضيع وعن آخر المستجدات في محافظة صلاح الدين والأوضاع حتى هذه اللحظة ينضم معي من غرفة الأخبار الزميل عبد الرحمن النجار ليطلعنا على آخر المستجدات في محافظة صلاح الدين إليك عبد الرحمن نعم أحمد شكرا لك لعل أكثر الأحداث أهمية في محافظة صلاح الدين تحديدا هو الهجوم الذي عمد إليه تنظيم داعش يوم أمس وهو بإرسال حيث عمد إلى إرسال قرابة خمسة انتحارين إلى منطقة المالحة شمالي محافظة صلاح الدين والتابعة لقضاء بيجي كثير من المراقبين يرون أن الأمر يعزى إلى خروقات أمنية جديدة على الرغم من تغيير القيادات الأمنية الجديدة الحاصلة منذ قرابة أكثر من شهر في المحافظة قرية المالحة وكما يعرفها الكثير من صلاح الدين هي تحتوي على ألف وخمسمائة شخص تحتوي على ألف وخمسمائة شخص نسمة والتي يسيطر عليها أبناء العشائر طالبوا جهات عديدة طالبوا قيادة شرطة صلاح الدين وطالبوا قيادة عمليات صلاح الدين بتزويدهم بالدعم المعنوي والدعم المادي للسيطرة على تعرضات داعش قبل يومين ربما كانت هناك زيارة من قبل العميد قنديل الجبوري رئيس أو قائد شرطة صلاح الدين وقد تعهد بإرسال المزيد من الدعم للتغطية ضد تعرضات تنظيم داعش أيضا في المناطق الجنوبية هناك بعض التوتر الأمني في المناطق الجنوبية من محافظة صلاح الدين وخصوصا منطقة الظلوعية يعني أول أمس كان هناك هجوم بعناصر انتحارية استهدفت قضاء الظلوعية الأمر الذي أيضا يشير إلى توتر أمني في الداخل يعني ربما ليس بعمق المحافظة لكن في أجزاء داخلية من المحافظة كذلك بالجزء الجنوب أيضا منطقة الإسحاقي حيث استهدف عناصر تنظيم داعش النأب الأسبق لمحافظ صلاح الدين يعني كذلك استهدف مظيف الشيخ إسماعيل يعني شيخ عشائر المجمع بثلاثة انتحارين أو أربع انتحارين بعدما تمكنت القوات الأمنية من محاصرتهم والقضاء عليهم يعني يذكر أيضا لتنظيم داعش أن له بعض القوة بالعودة إلى عمليات امطيبيجة وما أحرزته قيادة عمليات سامر را وقيادة عمليات صلاح الدين يعني بحسب ما أشار قائد عمليات سامر را عماد الزهيري قال أن النصر تحقق بالكامل وتم طرد جميع عناصر داعش من امطيبيجة والاستيلاء على كثير من الأعتداء وتفجير الكثير من العبوات الناسفة وصلت إلى حد المئات وتفجير أو السيطرة على مظافات تابعة لإمطيبيجة كان يستخدمها التنظيم لشن عملياتي سواء في عمق المحافظة أو عند خطوط الصد التي تمسكها القطعات الأمنية هناك أمر آخر بالنسبة للخروقات الأمنية أشار إليه العديد من المراقبين الأمنيين قالوا أن الدوائر المعلومات والدوائر الاستخباراتية في المحافظة ما زالت تعاني من ضعف بسيط حاليا ربما الأمر له علاقة بإجراءات وزارة الداخلية على نحو خاص باعتبار أن الأمر يتعلق بالشأن الداخلي محافظة صلاح الدين أنتقلوا معك أيضا أحمد إلى ملف الموصل هناك رأي من المراقبين الأمنيين والمحللين العسكريين والستراتيجين قالوا أن جميع التجهيزات السياسية والعسكرية لخوض معركة الجانب الأيمن لتحرير الموصل قد انتهت وما نحن إلا بانتظار ساعة الصفر لتنفيذ مرحلة الحسم وقد توقع مراقبون أنها سوف تكون قريبة جدا في الوقت القريب العاجل كذلك لدينا وزير الدفاع عرفان الاحيالي قال أن 35% فقط من الجانب الأيمن لمدينة الموصل هو يسيطر عليه تنظيم داعش إلا أن البقية لا يسيطر عليه وهم بانتظار أيضا تعليمات جديدة للقضاء على تنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل كذلك القوات الأمنية والحجر الشعبي في المناطق التي ترابط بها بالحضر تمكنت من تفجير قرابة أربع سيارات مفخخة كانت تروم مهاجمة القوات الأمنية في تلك المناطق أما قائم مقام الحضر قال أن جهة أمنية اعتقلت قرابة 100 شخص من أهالي الحضر كانوا يرومون التوجه إلى المخيمات في حمام العليل قال أنهم نقلوهم إلى أماكن مجولة الهوية ويتم البحث عنهم حاليا حتى هذه اللحظة مصادر مطلعة أيضا نقلت أنه في منطقة الطريق الرابط ما بين الزنجيل وحي الصحة في الموصل هناك العديد من الجثث المتفسقة لتنظيم داعش ولا يستطيع أحد انتشالها حتى هذه اللحظة فضلا عن تواجد القناصة قناصة داعش في بعض مناطق الجانب الأيمن من الموصل قالوا أنه في اليوم الواحد يقتل شخص أو شخصان عن طريق قناصة داعش أما بالنسبة للوضع الإنساني دعني أختتم به أخيرا فقد أكدت وزارة الهجرة والمهجرين أن قرابة ربع مليون إنسان في المناطق الغربية من مدينة الموصل لا تزال قابعة تحت حصار تنظيم داعش حتى هذه اللحظة بينما الحديث عن ممرات آمنة حتى هذه اللحظة يبدو أنه ليس متاحا نعم أحمد شكرا لك زميلي عبد الرحمن النجار وفيتنا بتفاصيل مهمة وكثيرة عن مجمل الأحداث اليوم في محافظة صلاح الدين ومحافظة النينوة ولعل أبرز تلك الأحداث هي ما جرى قبل يومين أو قبل يوم الأحداث التي حدثت في منطقة أو قرية المالحة المحاصرة عبر مناشدات أهلها للحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين وكذلك الحكومة المركزية العراقية بالمساعدة بإرسال تعزيزات أمنية عسكرية إلى تلك القرية الصامدة وكذلك إمداد تلك القرية بالمواد اللوجستية والمواد الغذائية لأن بدأت تنفذ بصلاحة تلك المواد وهذه مشكلة تعاني منها أغلب قرى المحاصرة في محافظة صلاح الدين 7% فقط من تلك المناطق هي ما تزال تحت سيطرة تنظيم داعش عندنا الساحل الأيسر من قضاء الشرقات وكذلك مناطق طيبيجة التي انطلقت فيها عمليات عسكرية قبل يومين والحمد لله المؤشرات النصر كبيرة جدا من قلال قيادة عمليات سامراء وقاد عمليات سامراء اللواء عماد الزهائري يعني وأرفدنا بالكثير من المعلومات عن تلك العمليات وتقدم القوات الأمنية ووصولها إلى مناطق أكثر من المناطق المحددة وتفجيرها لكثير من المظافات والمواقع ومناطق الاستبدالة التي يستخدمها تنظيم داعش لشن هجمات على محافظة صلاح الدين عموما في قضاء بيجي وتحديدا بالملف الأمني يعني استمرار الخروقات الأمنية بعد إعلان عودة النازحين هذا يشكل علامة استفهام أو علامة تعجب لماذا داعش يصر على نزوح أهالي محافظة صلاح الدين وليس فقط أهالي محافظة صلاح الدين بل بمحافظة الأنبار وكذلك في نينوى لماذا إصرار تنظيم داعش كلما ظهر في الأفق أمل بعودة نازحين للمناطق المحررة يبدأ تنظيم داعش بالهجوم على القطعات الأمنية المرابطة على حدود تلك المناطق هذا طبعا يؤكد بالضرورة أن تنظيم داعش جاء ليهجر وليدمر لا جاء كما قبل وقال أنه جاء محررا وفاتحا للمناطق السنية هذا تأكيد على هذه المسألة لكن حاجة القوات الأمنية في قضاء بيجي كبيرة جدا والمناشدات ما تزال متواصلة للقيادة عمليات المشتركة بتزويد الحجد العشائري والقوات الأمنية بتعزيزات عسكرية يعني دخول تنظيم داعش بعناصر مفخخة ويتسللون من خلال طرق تكاد متروكة يعني حسب ما وصلنا من مصادر أن القرية العصرية التي هي تم اختيارها من قبل الحكومة المحلية وكذلك قادة الحجد الشعبي المنطقة العصرية خالية تماما من جهة قرية المالحة لا وجود لنقاط أمنية مرابطة على الطريق العصري الذي يكشف أو يتواصل أو يلاسق القرية العصرية فقط موجودة باتجاه الحي العصري باتجاه فقط الجهة الأخرى الأخيرة من بيجي هي فقط متواجد فيها القوات الأمنية هذه نقطة تعتبر ثغرة أمام القوات الأمنية يجب معالجتها في سبيل عدم السماح لتنظيم داعش في حال انعادوا النازحين يعني باتر عقبة إذا رجعوا النازحين وتسلل تنظيم داعش ستكون الخسائر أكبر في صفوف المدنيين وكذلك في صفوف القوات الأمنية لأن العنصر الأمني يحير أن يخلص الأمني لو يقاتل تنظيم داعش ستكون المسألة أعظم وأكبر على العنصر الأمني لهذا يجب وضع خطط أمنية محكمة أمام عودة النازحين في سبيل تحقيق الأمن والطمئنين للنازحين العائدين ومن ثم المباشرة بمسألة الاستمارات الأمنية لعادة النازحين طبعا هذا موضوع مهم جدا تنتغيير الاستمارة الأمنية أكثر من مرة بسبب عدم وجود قاعدة أمنية ثابتة لأسماء المطلوبين من تنظيم داعش وهذا نشد على أيدي القادة الأمنيين أنه لا نقبل ولا نسمح لأي عنصر انتمى لتنظيم داعش أو حتى من غرر به بتنظيم داعش لا نسمح لأبدا بالعودة مع النازحين الأبرياء الذين لاقوا مرارة العيش في المخيمات والتهجير لسنوات طويلة حتى يرجع وينغص عليهم عودتهم التي انتظروها منذ فترة طويلة المشكلة الرئيسية في ملف عودة النازحين أيضا هناك عدم وجود خطة محكمة لكيفية تفويج الأسر العائدة أو الراغبة بالعودة وكذلك لحد لا وجود لرؤية ثابتة بالنسبة للمناطق التي سيتم إعادتها حتى النازح بمناطق المخيمات عندما تعلن من قبل الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية أن المناطق المحددة هي القضاء أو الحي الفلاني والحي الفلاني سوف يعودون خلال الأسبوع القادم يتهيأ ويقدر يقدم على استمارة ويرجع إلى مناطقه في سبيل أنه يقدم معلوماته للقوات الأمنية لحد الآن هذه التفصيلة أو هذا الموضوع غائب تماما لا أحد يعرف متى ستكون العودة بالضبط بالنسبة للعوائل الأخرى يعني أن شملت العوائل الشهداء ومنتسبي القوى الأمنية فقط ببداية العودة عدنا تصريح آخر ما يرتبط الموضوع بعودة النازحين هو الملف السياسي عدنا تصريح للنائبة أشواق الجبوري والتي ذكرت أن ملف عودة النازحين لن يكون مكثفا بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة لنستمع إلى ما قالت له النائبة أشواق الجبوري ثم نعيد لنعلق على الموضوع العودة لا تكون بشكل يعني خلينا نقول مكثف لأنه هذا يحتاج إلى تدقيق أكيد تدقيق العوائل والموقف الأمني لهم مع الدوار المختصة أيضا يقع على الحكومة المحلية واجب كبير جدا بمساعدة أهن النازحين وتسهيل أمورهم مع هذه الأجهزة الأمنية لعودتهم بشكل سلس وبشكل مستمر سنبقى مع أهن في قضاء بيجي متابع لعمليات العودة لهذه المدينة وتسهيل كل الأمور التي نستطيع عملها مع لجان المعنية طبعا استمعنا لتصريح النائبة أو النائبة أشواق الجبوري حول عودة نازحي قضاء بيجي بالتحديد وقالت أنها لن تكون مكثفة بسبب الإجراءات الأمنية بسبب أنها تحتاج إلى وقت لتبيان الموقف الأمني لتلك الأسر هذه واحدة من النقاط التي أشرناها قبل قليل أنه سبب تغيير الاستمارة الأمنية موجودة قاعدة أمنية لضبط أسماء المطلوبين من عناصر تنظيم داعش هذا سيؤثر على عودة النازحين حتى نطمن أهن بقضاء بيجي أن عودتكم أكيدا إن شاء الله خلال الأيام القادمة لكن هذه الإجراءات الأمنية هي مجرد إجراءات لحفظ سلامتكم وأمنكم قبل أن يكون مجرد إعادتكم وترجع يعني مثل ما يقول بالعامية ترجع الهوسة وترجع التفجيرات ويرجع الاختيالات هذا ما مسموح وما مقبول لذا يطلب منكم الصبر خلال الأيام القادمة إن شاء الله ستكون العودة تباعا لمناطق بيجي بشكل تام وعن موضوع كامل عن الوضع الأمني والملف الأمني في عموم محافظة صلاح الدين أعد لنا الزملاء في قسم الأخبار هذا التقرير لنشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى علاقة انتحاري داعش يقتلون في مكانهم ويتم غنم ممتلكاتهم الحربية وحيازتها في أغلب المعارك التي تخضها القوات في صلاح الدين إلا أن الخبراء الأمنيين يتحدثون عن خروقات مستمرة خمسة انتحاريين يرتدون أحزيمة ناسفة فجروا أنفسهم خلال هجوم داعش على قرية المالحة التابعة لقضاء بيجي مشهدنا عاد الوضع الأمني للمربع الأول مربع ما قبل تغيير القيادة الأمنية وعلى الرغم من صد أكثر تعرضات داعش إلا أنهم يزالوا قادرا على تنفيذ هجماته خصوصا في المناطق الشمالية والشرقية ما جعل مراقبين أمنيين يعزون ذلك إلى ضعف في الجهد الاستخباري ناحية الإسحاق هي الأخرى تعرضت لهجوم من قبل ثلاثة انتحاريين فجروا أحزمتهم قرب أحدى مضافات الناحية بينما هرب آخرون إلى جهة مجهولة فيما قالت القوات الأمنية أنها مستمرة في البحث عنهم بالعودة إلى الجهة الشرقية الأكثر سخونة في المحافظة إذ أكدت قيادة عملية سامراء أنها تمكنت من ضبط معاملة تستخدم للتفخيخ بقرية كباشات التابعة لصحاري طيبيجة الشاسعة الأمر الذي قال عنه الزهيري أنه غيظ من فيض في إشارة إلى الكميات الكبيرة المستحوذ عليها من متفجرة داعش وحتى هذه اللحظة لم يعرف بعدما إذا كانت القيادة العامة للقوات المسلحة جادة في دعم العشائر التي تناشد بين الحين والآخر تعزيز قوتها لطرد داعش كليا من صلاح الدين قناة سامراء عبد الرحمن النجارة أهلا بكم من جديد وقبل أن نغادر الملف الأمني بالكامل يعني أدنى أشارة بسيطة لما يجري الآن بالمحافظات الغربية هناك انتظار لتحرير ما تبقى من محافظة صلاح الدين انطلاق عمليات عسكرية والحمد لله بدأت بام طيبيجة وننتظر الساحل الأيسر من قضاء الشرقات أما هناك أيضا عمليات في انتظار عمليات وانطلاق عمليات عسكرية لتحرير ما تبقى من محافظة الأنبار قضاء عانا وراوة وما يتبقى أيضا في محافظة نينوا هي 35% بالتنظيم داعش على لسان وزير الدفاع عرفان لحيالي وأيضا أيام الحسم قريبة جدا لكن لماذا هذا الانتظار ودماء أبنائنا من القوات المسلحة وأبناء الحجد الشعبي وأبنائنا من الحجد العشائري لماذا هذا الانتظار لننزف كالكثير من الدماء من مواطنين بسبب تسلل تنظيم داعش لماذا هذا التأخر بعمليات حسم الموضوع بشكل كامل وطرد تنظيم داعش إلى الجهة التي جاء منها إلى طردها من منين ما إجاء من سوريا وعادت هذا الملف وخلي المجتمع الدولي هو ليحير بأمر هذا الموضوع نحن لا نقلل من أهمية أهلنا وناسنا وشعبنا الشقيق بجمهورية سوريا العربية الشقيقة لكن الملف بعد ما يحتمل عند العراقيين الأمر الذي أو المر الذي لاقوه أبناء تلك المحافظات بسبب سوء إدارة الملف الأمني في أوقات كانت حريجة جدا أدت ما أدت إلى دخول تنظيم داعش وسقوط محافظات بالكامل وخروج الأمن وخروج الحكومة أو سيطرة الحكومة عن هذه المحافظات اليوم ندفع ثمنها ندفع ثمنها دماء زكية طاهرة من أبناء قواتنا المسلحة ندفع ثمن باهض من الأموال العراق اليوم استنزف بشكل كبير ويكبل بقيود القروض ولحد الآن هذه القروض مستمرة بسبب استنزاف الموارد الاقتصادية لعمليات التحرير الشعب العراقي والحكومة العراقية هي وحدها اليوم هي من تواجه تنظيم داعش في معركة عالمية يعني مفصلية بين العالم وتنظيم داعش داعش ضرب صحيح بالمناطق الغربية لكن الآن هو يدمر المحافظات الغربية ويدمر بغداد ويدمر البقية وينتظر غفلة من القوات الأمنية لكي يتسلل لا سامح الله إلى المحافظات الجنوبية لذا نطالب بالإسراء بتحرير المناطق المتبقية من المحافظات الغربية حتى يغلق ملف تنظيم داعش بشكل كامل من العراق لنلتفت إلى مرحلة كبيرة أخرى لا تقل خطورة عن مرحلة تنظيم داعش هي مرحلة الأعمار والمرحلة التسويات السياسية ننتقل إلى ملف الخدمي وتحديدا في محافظة صلاح الدين نبقى في محافظة صلاح الدين ونبقى أيضا في قضاء بيجي اليوم كثير من التساؤلات والكثير من المطالبات سواء كانت من المسؤولين المحليين وسواء كانت من المسؤولين في المركز سواء كانوا على مستوى نواب أو وزارات اليوم تطالب الحكومة المركزية بزيادة المعونات لقضاء بيجي في سبيل إعادة ما يمكن إعادة طبعا سابقا أعلن هذا القضاء منكوبا بسبب العمليات العسكرية عوامد الكهرباء لا وجود لعوامد كهرباء بنية تحتية تقريبا مهدمة بالكامل أو بشكل كامل وعودة مرتقبة لنازحين طيب إذا رجع النازح أو المواطن إلى القضاء وما وجد خدمات يعني هو شلو الفرق بينه وبين المخيم اللي قاعد به اللي أيضا لا وجود له خدمات ولا وجود له أي شيء من هذا القبيل ينتظر المواطن إعادة ولو جزئية أو بسيطة لبعض الخدمات في سبيل أن يكون قادر على مواجهة الحياة اليومية نبدأ من ملف الكهرباء يعني أكدت أو أكد الكادر الفني في دائرة كهرباء بيجي أن العمل جاري على إعادة وتوصيل التيار الكهرباء إلى المناطق المحررة طبعا هذا جهد استثنائي سواء كان من وزارة الكهرباء أو سواء كان من مديريات التابعة لوزارة الكهرباء في محافظة صلاح الدين لأن معروف أن هي الكهرباء أصلا مأزومة في العراق إضافة إلى ما واجهتها من البنية التحتية في المحافظات الغربية وتحديدا محافظة صلاح الدين بسبب المعارك من تدمير كامل لشبكات النقل الطاقة وشبكات الداخلية وكذلك محطات التوليد لهذا جهد استثنائي وجبار وكبير بانتظار أن تستكمل الشبكة ويعادة التيار الكهربائي إلى القضاء حتى يكون جزء أول أو بداية جزء أول من الخدمات لكن ننتقل إلى تفصيل مهم جدا بموضوع الخدمات النائبة أشواق الجبوري أشارت إلى وزارة البلديات في تصريح لها عبر قناة سامر وذكرت أن وزارة البلديات مقصرة تجاه الخدمات المطالبة بها أمام عودة نازحي بيجي لكن هنا تساؤل لماذا هذه التساؤلات وهذه المطالبات في هذا الوقت لماذا عندما كان محررا قضاء بيجي لماذا لم يتم مسائلة وزارة البلديات الدخول مع القطاعات الأمنية والمشاركة لإعادة تأهيل ما يمكن تأهيله تحضيرا لعودة النازحين وإذا كانوا النواب نواب محافظة صلاح الدين أو النواب أو مجلس النواب قاطع الأمل بعودة النازحين إلى المناطق المحررة أو أن هذا ملف سياسي بحث لا يمكن فتحه إلا بعد أن يكون مقبول بين رؤساء الكتل السياسية أو بعض القادة الأمنيين حتى يتم مناقشته بشكل مباشر ونواجه المشاكل بإعادة النازحين تصريح للنائب أشواق الجبوري حول وزارة البلديات لنستمع له ثم نعود للتعليق عليه باستمرار ضغطنا على سيدة وزيرة البلديات تم توجيه جهد الهندسي في وزارة البلديات لقضاء بيجي والعمل فترة معينة أعتقد يومين أو أكثر يومين إلى ثلاثة أيام بعملية رفع الأنقاض لكن بسبب وجود الألغام والمتفجرات بشكل كبير تحت الأنقاض هو اللي منع استمرار وزارة البلديات في هذا الموضوع لكن هذا الموضوع لا يعني انسحاب وزارة البلديات من قضاء بيجي لأن حقيقة هناك مشاريع بحاجة إلى تأهيل هناك أنقاض بحاجة إلى رفع من الشوارع الرئيسية الموجودة في قضاء بيجي مسؤولية وزارة البلديات كبيرة جدا يجب على وزارة البلديات أن تأخذ على عاتق هذا الموضوع بالإضافة إلى أننا فاتحنا وزارة الدفاع لمساعدتنا بعملية رفع المتفجرات والألغام الموجودة في قضاء بيجي إضافة إلى أنه مشرفين على المشاريع التي وضعت ضمن خطة صندوق العمار لقضاء بيجي استمعتم إلى تصريح النائبة أشواق الجبوري حول تقصير وزارة البلديات ونحن نقول للنائبة أنه ليس فقط وزارة البلديات هي المقصرة بموضوع المحافظات والأقضية أكيد هناك بعض الوزارات مقصرة حتى في المناطق المأهولة والتي لم يدخل لها تنظيم داعش وزارة الصحة واضحة والجميع يعلم حتى المسؤولين بقضاء الديجيال وقضاء بلد وبقضاء سامرة وبالأقضية الأخرى هناك تقصير لوزارة الصحة لكن عموماً ليس موضوعنا أن نناقش وزارة الصحة وتقصيرها اليوم موضوعنا موضوع وزارة البلديات اليوم نحن بحاجة إلى جهد جبار من وزارة البلديات بدعم بلديات صلاح الدين حتى تتمكن من رفع الأنقاض المتواجه مثل ما أشارت النائب أشواق الجبوري كميات كبيرة من الأنقاض يجب رفعها إضافة إلى هذه الأنقاض توجد فيها بعض العبوات العبوات الناسفة يحتاج إلى جهد هندسي تابع لوزارة الدفاع ويمكن بالاستعانة قبل فترة محافظ صلاح الدين السيد أحمد عبدالله الجبوري أشار إلى أن تم التعاقد مع شركة أمنية أمريكية هي لنفس الشركة التي قامت برفع الألغام من محافظة الأنبار هي النفسة ترفع الألغام من قضاء بيجي وعموم محافظة صلاح الدين بالمناطق التي سيتم تحريرها خلال الأيام القادمة إن شاء الله لكن بداية نضع تساؤل لسيدة أشواق الجبوري وكنا نتمنى أن تكون معنا بنشرة الأمس عن موضوع وزارة البلديات لماذا هذا الاتهام لوزارة البلديات وهو أيضا سابق لأوانا يعني بكلمة أخرى لماذا أتأخر باتهام وزارة البلديات حتى توجد أو توقع المشكلة ونجي نصرح ونقول أن وزير الفلاني مقصر والمكان أو الهيئة أو الدائرة أو المديرية مقصرة باتجاه الخدمات لماذا نتأخر بمساءلة لماذا لا نطالب قبل أن نتم أو نشرع بإعادة نازحين أو نشرع بمرحلة الأعمار دائما نضع المشاكل بالمؤخرة مؤخرة العمل ومن ثم نواجهها لنعمل على حلها وقد بعض الأحيان نذهب إلى أزمة كبيرة سياسية تذهب أو تعصف بآمال عودة النازحين هذه نقطة النقطة الثانية وزارة البلديات سيدة أشواق والكلام ليس موجه إليك فقط وموجه لنواب محافظة صلاح الدين وزارة البلديات أدها من ضمن موازنتها نسبة كبيرة لمحافظة صلاح الدين قبل تنظيم داعش هناك مشاريع متلكية للوزارة وبعد تنظيم داعش بعد ما دمر تلك المشاريع المتلكية أصلا لم نرى أو لم نسمع من أي مسؤول سواء كان محلي أو مركزي عن تلك النسبة المخصصة لمحافظة صلاح الدين بالنسبة للمشاريع وزارة البلديات طيب هذا التساؤل ما يستطيع مجلس النواب أو نواب محافظة صلاح الدين من إرسال أسئلة شفوية لوزيرة البلديات السيدة آن وتقديمها حتى في سبيل الجاوب عنها الوزيرة بأنه اليوم موجة الاستجواب والأسئلة ما شاء الله قائمة في مجلس النواب يستجوبون الوزير الفلاني ويسألون الوزير والنائب الفلاني والمكلف بالموضوع الفلاني ليش ما ننتظر ليش ما نحن نواب محافظة صلاح الدين نقدم أسئلة بخصوص وزارة البلديات ونضع من تلك المسائل تقصيرها أو مساءلتها عن التقصير وكذلك على النسبة المخصصة لمحافظة صلاح الدين وما المشاريع القائمة أو التي ستقوم عليها وزارة البلديات هذا في حال بقت وزارة البلديات قائمة ما لم يتم نقل صلاحياتها إلى المحافظة عبر هذا المشروع المتلك والمتأخر والمتوقف لحد هذه اللحظة ما سمعنا أنه تم نقل الصلاحيات لحد هذه اللحظة مجرد سمعنا أنه كلام واشتفاقات واجتماعات وتم نقل بعض الصلاحيات لكنها لحد الآن متوقفة أيضا يعني أكو مسائل أخرى متعلقة بالوزارات لا أخص فقط وزارة البلديات أدنى وزارات خدمية كثيرة ومتعددة يتم تخصيص من موازنة تلك الوزارة للمحافظة المعنية حتى يتم بها مشاريع سابقا هناك مشكلة موجودة في بلديات عموم محافظة صلاح الدين يعني بلديات الموجودة بأقضية الدور وكذلك أقضية قضاء العلم وقضاء سامراء وقضاء تكريت وقضاء الأقضية الأخرى دي جيل وبلد هذه كلها تعاني من نقص من آليات البلديات ولحد هذه اللحظة بعد دخول تنظيم داعش إلى بعض من الأقضية وذهابها وطبعا تنظيم داعش سلبها وأخذها من الدوائر الحكومية بات الآن ما عدنا آليات هي مشكلة قائمة قبل تنظيم داعش النوب رجعنا بعد تنظيم داعش ما عدنا آليات فكيف يمكن العمل بات العوبة من رجع المواطنين يعني معروفة ومعلومة عندما يتواجد أعداد كبيرة من المواطنين هناك تزداد كمية النفايات يعني الخارجة من البيوت يعني أعقاب المواد الغذائية وغيرها تحتاج إلى آليات تحتاج إلى عمال نظافة هذه نقطة من النقاط التي تواجه بلديات المحافظة محافظة صلاح الدين لماذا لا يتم ناقشتها أو طرح هذا الموضوع في مجلس النواب عن طريق الأسئلة الموجهة للوزارات مو شرط وزارة البلديات وزارات أخرى أيضا مقصرة بهذا الموضوع لم نرى من نواب محافظة صلاح الدين لحد هذه اللحظة أي موضوع باتجاه مسائلة وما شاء الله نشوف نحن نواب من غير محافظات دا يسألون بعض الوزارات في موضوع عمالهم باتجاه محافظاتهم نواب موجودين ما نحتاج نقول فلان وفلان وفلان حتى بعضهم أشاروا إلى أنهم ضباط تحقيق وليس نواب ويعرفون الذي أشاروا بهذا الكلام يعني هذا شيء يتلج الصدر من نشوف نائب أو نائبة يطالب الأهل وناسة أنه ليش يا وزير الفلان أنت مقصر عن قضاء الفلاني بالمحافظة الآن اللي جئت من عدها وصلت نائب وممثل عنهم لكن محافظة صلاح الدين صحيح نشوف توجهات وتحركات للنائب المتشر السام الرائي بخصوص واختصاص الرجل بهذا الموضوع وملف النفط وملف بيجي ملف الفلاحين وجدت نتائج جيدة بمجهود شخصي لكن بقية النواب ما سمع أنهم فقط خلافات وتراشقات من هنا وهناك والمواطن اللي بمحافظة صلاح الدين ما حصل لحد هذه اللحظة أي شيء من تلك المواضع لذا نطالب من نواب محافظة صلاح الدين ومن مجلس النواب بالشكل العام لا يكون الموضوع مقتصر على محافظة صلاح الدين عندنا أنبار عندنا موصل عندنا العمارة عندنا الناصرية عندنا البصرة كلها تعاني وإن كان الموضوع مختلف من محافظة للمحافظة هناك محافظات تعاني أمن وهناك محافظات تعاني مشاكل خدمية وفقر تام ولا وجود لمشاريع وجدت الأزمة المالية ما شاء الله عصفت بالجميع جميع محافظات العراق وأزمة مالية كبيرة فقط ملفات سياسية تطرح وتناقش في مجلس النواب ويترك المواطن العراقي سواء كان بالجنوب أو بالوسط أو بالشمال يترك المواطن العراقي يلاقي مصيرة بدون خدمات ويعني اليوم أبسط شيء اليوم الصيف على الأبواب ودخلنا مراحل أو بداية الصيف ولحد الآن ما نعلم أنه اليوم التيار الكهربائي سيستمر سيساعدون وزير الكهرباء الحكومة سيساعد وزير الكهرباء مجلس النواب يساعد وزير الكهرباء ما يعمل على تسقيط الوزراء لا نقف مع فلان وفلان لكن نقول إذا كانت الحكومة جادة أو مجلس النواب جاد بإدارة عجلة الحكومة الحالية الباقية أو من عمرها أقل من سنة أو سنة أن يكون هناك عمل جدي بترشيد عمل تلك الحكومة لحين استلام الدورة القادمة هذه صارت انتخابات طبعا مؤشرات الانتخابات وتأجيل الانتخابات قائمة لحد هذا الموضوع بسبب عدم إنهاء ملف مفوضية الانتخابات ما نعرف هذا الموضوع آخر يمكن بتغطيات أخرى نقدر نغطيه ونتكلم عنه لكن مسألتنا اليوم متعلقة بمحافظة صلاح الدين من يحتاج إلى إعادة النازحين يحتاج إلى إعادة الملف الأمني ومراجعته بشكل كامل وأعطاء قدرة ومعنويات ودافع معنوي وعسكري لأبناء الحجد الشعبي ولأبناء الحجد العشائري والقوات الأمنية سواء من شرطة الاتحادية وقوات الجيش العراقي البطل إعطاءهم دفعة معنوية وكذلك تعزيزات عسكرية ما نسكتكم مثل ما صار بإيجاد يصير بالرطبة وكل ما هانس معنا خبر استشهاد اثنين عنصرين من قوات الأمنية أو خبره يقول لك لا تحجي اسكت أنت تنطي معنويات التنظيم داعش لا ما نسكت على أنه هناك خروقات أمنية ولأسباب واضحة ومعلومة ومتركة حتى يجي داعش أو غير داعش يخرب علينا فرحة النصر والتقدم سواء كان بالموصل أو بصلاح الدين أو بحاوثة الأنبار هذه الملفات التي طرحناها اليوم كانت جدا مهمة وكبيرة خصوصا لأهنى ونازحين ومحافظة صلاح الدين وتحديدا قضاء بيجي على أمل بفتح ملفات أخرى تقدر تكون سياسية وأمنية وعلى أمل أن يكون الكلام أخف وطأة من هذه الأيام نتكلم عن شيء إيجابي رمزي للمحافظات وخصوصا المحافظات الغربية هذا ما موجود بحلقتنا هذا اليوم نستودعكم على أمل اللقاء بكم بحلقات أخرى أنا محدثكم أحمد الحديثي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة